تحذير إلى كل منشئي المحتوى الذين يقومون بالربح من اليوتيوب من خلال نرفع الفيديوهات سبب إيقاف ميزة تحقيق الربح في قنواتهم لعدة أسباب تابعوا معي الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توصلت بالعديد من الرسائل من الإخوة سواء في تعليقات في اليوتيوب أو في صفحتنا على الفيسبوك فيما يخص المشكلة إيقاف تحقيق الربح في القنوات الخاصة بهم هذه القنوات لم تقوم بمخالفات لم تقوم بأي شيء فقط كان يقوم برفع فيديوهات على القناة الخاصة به بعد مدة لم يقوم بنشر في القناة وجد أن اليوتيوب قام بسحب تحقيق الربح من خلال أو ميزة تحقيق الربح من القناة الخاصة به لعدة أسباب أنا سوف أشرح لكم بالتفصيل المشكل وكذلك الحل لهذه المشكلة فعلى سبيل المثال أنا قمت بتجهيز لكم أحدى مصادر الخاصة ببرنامج شركاء اليوتيوب بالنسبة للعناصر كما قلت هذا هو الموضوع للخفاظ على نشاط قناتك لمواصلة تحقيق الربح في ظل تطور برنامج شركاء اليوتيوب المستمر من المهم الحفاظ على المنظومة القنوات المتكاملة السلمة والنشطة ماذا تعني هذه الرسالة؟ هنا يقول لك فيما يخص القنوات اليوتيوب فكما نعلم ببرنامج شركاء اليوتيوب في تطور دائما ما يقوم بكما قلت بتحديثات جديدة وكذلك مجموعة من الأشياء وتسهيل بعض الأمور ويمكن أن يتم إيقاف ميزة تحقيق الربح في القنوات التي لم تحمل فيديو أو تنشر مشاركة ضمن علامة تيبويب المنتدى لمدة ستة أشهر أو أكثر ماذا تعني هذه الرسالة؟ إخواني الكرام هنا هذا هو المغزى من الموضوع فبالنسبة للعديد منكم يقوم بإنشاء قناة على اليوتيوب يقوم برفع فيديوهات بعد مدة معينة لا يستطيع أن يقوم برفع فيديوهات لماذا هناك أولا هناك مشكل فالأغلب سوف يجد مشكل في المحتوى هناك أيضا من لديه أشغال هناك من كما قلت لديه عدة أسباب لعدم رفع الفيديوهات على القناة الخاصة به فعندما تبلغ المدة ستة أشهر يتم إيقاف تحقيق الربح من خلال هذه القناة لماذا؟ لأن عدد الساعات سوف يتم نقصان عدد الساعات مما يؤدي إلى إيقاف تحقيق الربح كذلك بالنسبة للمشتركين فعلى سبيل المثال أنت لديك قناة على اليوتيوب كان عدد المشتركين فيها مثلا ألف مشترك فإذا لم تقوم برفع فيديوهات واستمر معك الأمر لمدة ستة أشهر أو سنة فإعلم أخي الكريم أن العديد من المتابعين سوف يقومون بسحب اشتراكاتهم من القناة الخاصة بك بعد ذلك سوف تجد أنك لا تتوفر على ألف مشترك بعد ذلك يتم إيقاف تحقيق الربح من خلال القناة الخاصة بك ومشكل آخر بالنسبة لبعض الإخوة وهو يقوم بمثلا يريد أن لديه قناة على اليوتيوب وفعلت الدخل مثلا يقوم بمثلا لديها محتوى متعلق مثلا بالتقنية أو غيرها من نشة الأخرى أو المحتوية الأخرى فأراد أن يقوم بتغيير المحتوى فقام بتوجه مثلا تغيير قناة تقنية إلى قناة رياضية فيقوم بحذف الفيديوهات عند حذف هذه الفيديوهات يتم إزالة عدد الساعات مما يؤدي إلى تواجد صفر ساعة لديك مما يؤدي كما قلنا إلى إيقاف تحقيق الربح وهذا مشكل أيضا من المشاكل التي يتم فيها إيقاف تحقيق الربح من القناة وكذلك هناك العديد من المشاكل الأخرى المتعلقة برفع فيديوهات سوف أضع لكم كما قلت لكم ما قال أسفل الفيديو حتى لا أطيل في عملية أشرح المهم كما قلت لكم بالنسبة للإخوة الذين لديهم قناة على اليوتيوب من الأفضل إذا كانت لديك قناة على اليوتيوب ولا تقوم برفع فيديوهات من الأفضل من الأفضل أن تقوم برفع فيديو ولو مرة في الشهر أو في شهرين المهم لا تتجاوز ستة أشهر فإذا تجاوزت ستة أشهر أعلم أخي الكريم أن ميزة تحقيق الربح سوف يتم توقيفها على القناة الخاصة بك وأتمنى أن كنت قد قمت بالإجابة عن أسئلة المتعلقة بكم إخواني الكرام شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة